أكيد يعني زعلانيين وواء إلى خلق واللجنة سيدي حققت ورئيس اللجنة وزير العدل قال الوفا غير طبيعي وأحيل الموضوع إلى القضاء العسكري وأنا بعتقد وبتمنى على أهل نزار بنات أن يحترموا هذا القرار وهذا التوجه وهذا القضاء النفسه يمكن روح الله يرحمه نزار أربع مرات وفي أحد المرات القاضي قال فلسطين تتسع للجميع من هون هم أمامهم خيارين الخيار الأول أنهم يقبلوا بمبدأ العلاقة بالقانون والعلاقة بالعرف والعلاقة بالدين وإحنا والمشكلة مع السلطة ولا علاقة للأربع عشر عائلة بهذا الموضوع هذول عساكر وإحنا نبني نتحمل المسؤولية والاشتباك مع العائلات مش صحيح والاشتباك مع العائلات بالعكس والتصعيد وتوتير وهم يعني أنا برأيي كمان هذا بهدد السلم الأهلي وكمان هذا مش مسموح فيه لا بالقانون ولا بعرفة للناس يعني هاي الجعاب يا أخي وأعتقد أن الجماعة لما الناس حكت معهم قالوا لا يا أمي مش إحنا اللي بنسجل على حالنا أنه إحنا وا 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 إلى آخره وأنا بقول مرة ثاني الموضوع هذا مع السلطة